فلسفة طبية جديدة يحاكي التصاميم العالمية في المضمون والشكل وما يختزنه من حداثة وتميز وإتقان في تخصصاته وأجنحته وأجهزته وكوادره توسعة مستشفى الأميري الجديد الذي جاء ليناغم الزيادة السكانية وليقدم باقة نوعية من الخدمات الصحية المبنى يتكون من 416 سرير مقارنة بالمبنى السابق لطاقة سريرية 260 سرير يحتوي على 30 غرفة للعناية المركزة و29 سرير لوحدة القلب طبعا هذه الأرقام هي مضاعفة للأرقام التي كانت في المبنى القديم وتتوافق مع التوسع السكاني في منطقة ومحافظة العاصمة الصحية المشروع يحتوي على 16 طابق والتي تتضمن كافة التخصصات الطبية العامة والدقيقة إضافة إلى غرف خاصة في الأدوار العليا المطلة على الواجهة البحرية المبنى يحتوي على قسم كامل للأشعة أشعة المقطعية والسينية والماغناطيسية والتردات الفوق الصوتية المسمى معروفة بالسونار وأيضا موجود فيها التحاليل مختبر وأيضا في جميع العيادات الخارجية عيادات الأطفال، عيادات الجراحة، عيادات الباطنية وجميع التخصصات مراحل انتقالية تدريجية للمشروع والبداية ستكون في العيادات الخارجية في البداية العلاج الطبيعي رح نبدي فيه من الأسبوع القادم بالإضافة إلى عيادات التغذية رح تبدي ببداية من الأسبوع القادم العيادات الخارجية رح يكون لها أولوية في البداية عشان تنتقل بشكل تدريجي بعدين رح نبدي بانتقال المختبرات وقسم الأشعة وبعد ما تتوفر هذه الخدمات رح نبدي ننتقل بأقسام الباطنية والعناية المركزة الأقسام التي ستبقى في مستشفى الأميري القائم حاليا هي الجراحة وورف العمليات وقسم الطوارئ